طيب المهم عايزين بقى طبعا يعني نرجح بقى نتكلم ونحكي في ان بعد تتويج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية طبعا للمرة التانية على التوالي وللمرة التالتة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للاندية الفريق زي ما قلنا وكما هي عادة النادي الاهلي وكل الاهلوية بيقفلوا صفحة عشان يستعدوا لفتح صفحة جديدة الصفحة الجديدة اللي هي طبعا دوري ابطال افريقيا الجهاز الفني طبعا بقيادة بيتسو موسماني حدد برنامج بدني واستشفائي لكل اللاعبين خلال الايام القليلة المقبلة لتجهيزهم قبل الصفر الى السودان حدد بيتسو موسماني جانب من التدريبات الاستشفائية للعبين حيبتدي النهاردة بالاضافة الى برنامج بدني لتجهيز اللاعبين وتفاديا طبعا للاجهاد ولأي اصابات محتملة بعد رحلة كأس العالم الاندية وكأس الامم الافريقية اللي شارك فيها كتير من لعيبة النادي دهلي طيب دي نقطة قويسة وعايزين برضو نروح لنقطة تانية مهمة كريم ونطمن حضراتكو على اللاعبين بتوعنا الدكتور احمد ابو عابل الطبيب طبعا الفريق اللاعبي الاهلي خلاص بصحة وحالة طبية جيدة جدا بعد مباراة الهلال السعودي وان علي معلول تحديدا كان اشتكى من كادمة كانت قوية في الكاحل ده اثناء طبعا المباراة هيخضى عليه اختبار راتبي النهاردة ان شاء الله ونطمن حضراتكو عليه وكان كمان او توقع كمان ان هو يشارك اللعب في التدريبات ولكن اوضح برضو دكتور ابو عابلة ان كمان ياسر ابراهيم واحمد عبدالقادر ما عندهمش اي شكوى وما فيش اي مشكلة كانت يعني عقب المران سواء بالاسابات او غيره فدي حاجة برضو مطمئنة بس ياسر كان بيعاني من كادمة كانت لأسف في العين هي اللي كانت مش كويسة ابدا واشتكى عبدالقادر من كمان الام في الكتف والنهاردة ان شاء الله حيواصل برضو الاهلي تدريباته وحنتطمن على كل اللاعبين على مدار اكيد يعني اليوم باذن الله بس موضوع العين ده كانت قوية او لو انت بصيت على الصورة عرضناها من فترة يعني لأ يعني اكتر حاجة بتوجه على فكرة وبتسيب اثر وكانت قوية مش عايز اقول اكتر من كده اه اه يعني الواحد بنتمنى طبعا السلامة لكله بنتمنى الشفاء العاجل لكل اللعيبة المصابة